السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية إضافة البطاقة البنكية للدفع في تطبيق أمازون فلا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة إشاءة جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تفتحون التطبيق وتفتح معكم هذه الواجهة فعشان تضيفون البطاقة البنكية الخاصة فيكم للدفع تروحون على إيقونة حسابك وبعدين من هذه الواجهة تنزلون شوي تحت لما تحصلون خيار حسابك فتسحبون هذا الشريط لما تحصلون خيار إدارة خيارات الدفع تضغطون عليه فعشان تضيفون البطاقة البنكية الخاصة فيكم كل عليكم تسوونها تضغطون على خيار إضافة وهنا بيظهر عندكم خيار إضافة بطاقة جديدة تضغطون عليه ففي هذه الواجهة رح يطلب منكم تحطون الاسم اللي على البطاقة وأيضا الرقم البطاقة وبعد كذا تسجلون تاريخ انتهاء البطاقة اللي هو السنة والشهر بعد كذا تضغطون على خيار أضف البطاقة بعد كذا يا شباب رح توصلكم رسالة من البنك كل عليكم تسوونها سجل الرمز اللي يوصلكم وراح يتم تفعيل وإضافة البطاقة في التطبيق فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة